السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري شعبة إدارة أهلا بكم في أولى حلقات مادة إدارة المشروعات الصغيرة طبعا كلام يخص شعبة إدارة في التعليم التجاري نحن النهاردة المادة بتاعتنا مادة جميلة جدا مادة شريقة جدا إن شاء الله بإذن الله لو أنت حابب تعمل المشروع المادة دي هتعلمك تعمل المشروع إزاي تاخد فكرة عن المشروع هتعرفك كلام مهم جدا هتعرفك يعني إيه دراسة جدوى اقتصادية يعني إيه دراسة مبدئية يعني إيه دراسة تفصيلية للمشروع هتعرفك برضو أنواع الدراسات عندنا إيه التفصيلية هتعرفك كمان لما تيجي تعمل مشروع إزاي تعمله المزيج التسويقي لهذا المشروع كمان عندنا جزء عملي مهم جدا المادة بتبقى في الامتحان معظمها معتمدة على التفكير يعني مش مادة نمطية مش مادة حافظ وتقول اللي انت حافظه لأ المادة معتمدة على ان انت ازاي بتفكر سواء في الجزء النظري او الجزء العملي فالنهار ده باذن الله هنحاول نغطي جزء كبير جدا من اهم النقاط الفنية اللي موجودة في مادتنا ادارة المشروعات فيريت الطلبة شعب ادارة تجهز معايا بالورقة والقلم عشان هنتكلم في نقطة فنية في المادة مهمة جدا تخصك ما عادش وقت على الامتحانات خلي بالك ما عادش وقت على الامتحانات جاهز نفسك كن جاهز ازاي ان انت ان شاء الله باذن الله تقفل مادة ادارة المشروعات ده اللي احنا هنشوفه هناخد جميع افكار المسائل بجميع الافكار اللي ممكن تيجي في الامتحان وان شاء الله باذن الله اي حد عنده اي سؤال يبعت لنا على القناة او على قناة اليوتيوب ويقول لنا الحتة دي انا مش فاهمها الجزء ده عايزك تعيده واحنا كلنا في خدمة الطالب احنا كلنا في الظروف صعبة على الجميع فاحنا كلنا في خدمتك نبدأ حساتنا النهارده ونبدأ اولى حساتنا في مادة ادارة المشروعات مادة ادارة المشروعات دي بتتكلم على ايه بتتكلم ببساطة كده على يعني ايه مشروع ايه اللي يخليني افكر في مشروع ايه انواع الدرسات الجدوى ايه ايه اسباب عدم نجاح المشروع طب لما اجي اعمل المشروع هل المكان اللي انا هعمل في المشروع هيفرق معايا طب لو انا هستخدم التكنولوجيا في المشروع استخدم التكنولوجيا عشوائيا ولا لا فيه عندنا قواعد بتنظم الموضوع ده طبعا كل اللي بيخطر في بالك هنجاوب عليه في مجموعة الاسئلة اللي عمل نهالك وعمل نهالك النهاردة نبتدي نتوكل على الله في اولى اه حلقاتنا في مادة ادارة المشروعات نشوف كده مع بعض السؤال الاول في مادة ادارة المشروعات السؤال بيقول ايه طبعا دي مراجعة على المشروعات نبص على السؤال الاول بيقول ايه ما هي العوامل المؤسرة على قرار اختيار موقع المشروع ده بقى حقيقة من الاسئلة المقالي المهمة جدا المقالي في امتحان المشروعات قليل لكن السؤال ده من الاسئلة المهمة جدا السؤال بيقول ايه تاني ما هي العوامل المؤسرة على قرار اختيار موقع المشروع يعني لما انت تيجي تعمل المشروع هل المكان اللي انت هتعمل فيه المشروع حاجة فيه عوامل بتأثر عند اختيارك ليه طبعا ايه العوامل دي تعال مع بعض نشوف العوامل ونتكلم في كل نقطة من العوامل دي اول حاجة الخصائص الفنية والطبيعية لمنطقة اقامة المشروع يعني ايه يعني انا عشان اختار المشروع لازم اختار خصائص فنية وطبيعية للموقع بتاع المشروع اللي انا هعمل فيه المشروع دوة يبقى الخصائص بتاعته تتناسب مع المشروع اللي انا هعمله برضو بوضوح يعني مثلا انا عايز اعمل المشروع لصناعة الالبان او عايز اعمل المشروع للحديد او الاسمنت لازم الخصائص الفنية والطبيعية بتاعت المنطقة اللي انا هعمل فيها المشروع تتناسب مع موقع المشروع تكلفة الحصول على الارض يعني ايه بصوا يا شباب احنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها عناصر المشروع يعني ايه عناصر المشروع المشروع ليه تلت عناصر التكاليف والارضات وعمر المشروع تاني المشروع بيتكون من تلت عناصر تكاليف وارضات وعمر المشروع والتكاليف تسمى تدفقات نقضية خارجة اما الارضات تسمى تدفقات نقضية داخلة وانت بتعمل المشروع لازم تحسب جيدا تكلفة الارض عليك بكام ليه عشان ما تقعش في مشكلة ايه هي المشكلة ان انت بتبقى حامل حسابك على رأس مال مبداي او استثمار مبداي او تكاليف مبدئية للمشروع تاني احنا دلوقتي بنتكلم على انا هعمل المشروع ايه العوامل اللي بتأثر على قرار اختيار موقع المشروع قلنا اول نقطة عندنا الموقع الفني والطبيعة الفنية ايه لمكان المشروع تاني حاجة تكلفة الارض يعني ايه تكلفة الارض انت بتبقى عامل حسابك حاجة اسمها تكاليف المشروع ووعى التكاليف دي تكون مقدرها باقل من قمتها لان انت لو قدرتها باقل من قمتها بيحصل فشل للمشروع فانت ما بتيجي بتحسب بتشوف تكلفة الارض كام الارض دي لازم تكلفة بتاعتها تتناسب مع تكاليفك لان لو انت صرفت عليها 80% او 90% من التكلفة مش هتقدر تكمل مشروعك يبقى اول حاجة عندنا الموقع الفني الارض المشروع او لمكان المشروع تاني حاجة تكلفة الارض كمان من ضمن العوامل مدى طوافر الوقود والقوة المحركة يعني ايه اي منشأة صناعية او اي مشروع بتعمل لازم يكون جنبه او متوافر القوة المحركة للمشروع سواء كان اه غاز او اه مية او بطرول او كهربا الحاجات دي كلها لازم تبقى قريبة او متوفرة عندك حد هيقول لي طب ما ماشي حتى هي لو مش متوفرة انا ممكن اعملها تمام ممكن تعملها بس في الحالة دي ايه اللي هيحصل تكاليف المشروع هتزيد وطالما تكاليف المشروع ده زادت ده ممكن يقدي يقدي لايه لفشل المشروع يبقى نخلي بالنا عندنا تلات حاجات الموقع ويه تكلفة الارض ويه مدى طوافر القوة المحركة ايه كمان القرب من الطوق البقسية يعني ايه انت المشروع ده محتاج ايه محتاج عشان تشغله مواد خام تخشلك طيب اللي هي مستلزمات الانتاج ومحتاج كمان بعد المنتج ده بعد المواد الخام دي ما تخش في المصنع ويطلع انتاج محتاج تصرف الانتاج لو ما كانش الموقع بتاع المشروع ده جنب الطرق الرئيسية تكلفة النقلة هتزيد يبقى انت تعمل حسابك ان المشروع بتاعت يبقى قريب من الطرق الرئيسية عشان تكلفة النقلة عندك ما تزدش عندنا كمان قوانين الاستثمار السائدة بمعنى ايه انا لما اجي اختار مشروع اشوف قوانين الاستثمار بتقول ايه هل لما انا اختار الموقع ده هل هو هعفى من الضرائب مثلا هل الدولة هتوفى الدولة ساعد بتقول ايه الجزء في الارض ده هنعفى من الضرائب مدة كزا انا لازم استفيد من كل الكلام ده فعشان كده بشوف قوانين الاستثمار السائدة كمان بتأكد قرب المشروع من مستلزمات الانتاج واسواق التصريف تاني قرب المشروع من مستلزمات الانتاج واسواق التصريف يعني ايه وليه لازم المشروع يفضل ان هو يبقى جانب مستلزمات الانتاج انا بقول ايه يفضل ليه لو كانت مستلزمات الانتاج دي سقيلة الوزن او كبيرة الحجم يعني المنتج اللي انا بشتغل به المستلزم الانتاج المادة الخام يعني اللي انا بشتغل بها كبيرة الحجم وسقيلة الوزن لا ده أنا ساعتها أفضل أن المشروع بتاعي يبقى جنب مستلزمات الانتاج كمان إذا كان المواد الخام دي هتكلفني في النقل مبالغ عالية تكلفة النقل هنا هتمث النسبة عالية من تكاليف التشغيل لا يبقى أنا أفضل المشروع جنب مستلزمات الانتاج كمان لو أنا المستلزمات الانتاج دي اللي أنا بشتغل بيها مواد محدودة بمعنى إيه؟ لو أنا عندي مشروع زي مثلا مصنع لتصنيع الصلصة طيب المادة الخام الأساسية أشتغل على إيه؟ على الطماطم يبقى أنا في الحالة دي أحاول أبقى جنب مزارع الطماطم ليه؟ لأن أنا لو بعيد عنها هتكلف نقل فهنا تكلفة النقل هتزيد وتكلفة النقل لو زادت التكاليف الكلية هتزيد ولو التكاليف الكلية زادت كده هيأثر على ربحية المشروع يبقى الثاني السؤال ما هي العوامل المؤسرة على اختيار موقع المشروع؟ أقوله بقى الخصائص الطبيعية والفنية لموقع المشروع رقم اتنين تكلفة الحصول على الأرض رقم ثلاثة مدى طوافر والوقود والقوى المحركة الكرب من الطرق الرئيسية وتوافر المواصلات رقم خمسة قوانين الاستثمار السائدة أقم ستة القرب من مستلزمات الانتاج وأسواق التصريف نكتب السؤال بالإجابة بتاعته طيب السؤال التاني عندنا النهاردة في المراجعة بتاعتنا السؤال بيقولي ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة أو خطأ أمام العبارة الخطأ وإحنا بنقول للعلامة أنا مش هقولك الصح والغلط على طول كده أنا هسرح لك الجملة وإنت بعدها ممكن تقولك جملة دي صح والله غلط نمسك أول حاجة دراسة الجدوى المبدئية تعد بعد دراسة الجدوى التفصيلية حد هيقولي طب أنا مش فاهم يعني مبدئية ويعني تفصيلية عشان أجواب على السؤال مش فاهم خليك معايا بقى أنا لما أجي أعمل مشروع بعمل له حاجة اسمها دراسة الجدوى الاقتصادية يعني إيه فكرة بتاعة المشروع الاقتصادية بعمل لها دراسة ليه أنا من يعني عشان المشروع ده ينجح لازم الدراسة الجدوى دي تبقى دراسة دقيقة ومبنية على اسلوب علمي دراسة الجدوى الاقتصادية بتنقسم إلى نوعين إيه هم النوعين دول دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية طيب مين اللي هتتعمل الأول ما احنا بنقوله ركز معايا دراسة إيه مبدئية ودراسة تفصيلية فأكيد الدراسة اللي أنا هبدأ بيها الدراسة المبدئية طيب يعني إيه دراسة مبدئية للمشروع دراسة الجدوى المبدئية هي دراسة أولية استكشافية تاني أولية استكشافية هدفها إيه هدف الدراسة دي إيه التأكد من عدم وجود مشاكل طعوق المشروع تاني دراسة الجدوى المبدئية هي دراسة أولية استكشافية للأفكار فكرة بتاعة المشروع إيه والدراسة دي هدفها حاجة واحدة بس التأكد من عدم وجود مشاكل طعوق المشروع بمعنى إيه أنا هعمل المشروع على أرض ما فأنا باقي حشتر الأرض دي إيسا عملتش المشروع الأرض دي لازم الأول أتأكد أن ما فيش أي مشكلة تعوك البناء عليها معلاش نزاع أو الطربة بتاعتها تكون غير صلاحة للبناء ما هو أنا لو ما عملتش الدراسة دي هعفو مشكلة بعد كده يبقى تاني الدراسة المبدئية دراسة أولية استكشافية للأفكار هدفها إيه التأكد من عدم وجود مشاكل طيب اتأكدت إن ما فيش مشاكل على طول أنقل على الدراسة اللي بعدها الدراسة التفصيلية الدراسة ليه؟ التفصيلية ودي دراسة كاملة عن المشروع توضح أبعاد الفكرة الاستثمارية تاني الدراسة التفصيلية دراسة كاملة عن المشروع توضح أبعاد الفكرة الاستثمارية طيب يبقى عندنا دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية ببساطة كده مين الاولى المبدئية تليها مين الدراسة التفصيلية يعني لو ايجا قالك كده صح ولا غلط الدراسة المبدئية تعد بعد الدراسة التفصيلية تاني بصوا بقى السؤال دراسة الجدوى المبدئية تعد بعد يعني بعدها دراسة الجدوى التفصيلية اقول له الاجابة هنا ايه رفع عليكم الاجابة خطأ ليه خطأ لان دراسة الجدوى المبدئية تعد قبل الدراسة التفصيلية تاني دراسة الجدوى المبدئية تعد بعد دراسة الجدوى التفصيلية الإجابة هنا غلط تعد قبل الدراسة التفصيلية نيجي للنقطة التانية لا تتطلب دراسة الجدوى المبدئية الفحص الدقيق والتفصيلي يعني هنقول تاني ونوضح تاني عشان نفهم الموضوع ده لان ده بداية المنهج عندنا فلازم نفهمه ماشي ازاي عندنا نوعين من انواع الدراسات الجدوى الاقتصادية دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية الدراسة المبدئية دراسة اولية هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل ملهاش دعوة بالتفاصيل الدقيقة نهائي مين اللي هتهتم بقى اعرف عليكم اللي هتهتم بقى هي اسمها دراسة ايه تفصيلية يعني ايه تفصيلية توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية برضو يعني ايه تهتم بالتفاصيل الدقيقة للمشروع يعني ايه لان الدراسة التفصيلية دي تتكون من عدة الدراسات طب ايه هي الدراسات اللي بتتكون منها عندنا الدراسة التسويقية الدراسة الفنية الدراسة التمولية مرحلة تقييم المشروع اقتصاديا واجتماعيا يبقى تاني الدراسة اللي اهتم بالتفاصيل الدقيقة هي الدراسة التفصيلية الدراسة المبدئية هدفة احنا قلنا حاجة واحدة بس هدفة ايه رفع عليكم التأكد من عدم وجود مشاكل تأكدت ان ما فيش مشاكل بنقل على الدراسة اللي بعدها طب ايه هي الدراسة اللي بعدها الدراسة التفصيلية يعني ايه دراسة تفصيلية تمام هي دراسة تهتم بفكرة الاستثمار وتهتم بالتفاصيل الدقيقة رعليه عشان هي دراسة كاملة عن المشروع وتوضح ابعاد الفكرة الاستثمارية طب بتتكون من ايه من اربعة ايه هم الاربعة وده على فكرة المنهج بتاعنا دراسة السوقية دراسة فنية دراسة تمولية مرحلة تقييم المشروع اقتصاديا واجتماعيا يبقى الدراسة اللي بتهتم بالتفاصيل الدقيقة هي الدراسة الايه التفصيلية يبقى لما يجي لك السؤال بالشكل ده لا تتطلب دراسة الجدوى المبدئية الفحص الدقيق والتفصيلي اقول له الاجابة صحيحة لان الدراسة المبدئية هدفها التأكد فقط من عدم وجود مشاكل يجي للنقطة اللي بعد كده بنبه عليك وبنبه عليكي وراء وقلم وكتبيه الاسئلة الهدف من الدراسة التسوقية معرفة التدفقات النقدية الخارجة من المشروع طيب هو يعني ايه الاول الاول بس يعني ايه تدفقات نقدية خارجة بصوا يا شباب بصوا يا بنات احنا عندنا عناصر المشروع تلات عناصر ايه هما يا مستر اول حاجة التكليف تاني حاجة الارادات تلت حاجة الفترة الزمنية اللي هي عمر المشروع يبقى عناصر بالمشروع كما عناصر برافو عليكم تلاتة تكليف ارادات والفترة الزمنية اللي هي عمر المشروع كلمة التكليف او الاستثمار المبدئي كلمة التكليف دي يطلق عليها ايه تدفقات نقدية خارجة تاني التكليف تدفقات نقدية ايه خارجة اما الارادات برافو تدفقات نقدية دخلة يعني ايه انا اي حاجة بكلفها بخرج تكليف بخرج فلوس من جيبي يبقى دي اسمها تدفقات خارجة يبقى التكليف تسمى تدفقات ايه خارجة اما الارادات حاجة دخلالي بقى تسمى تدفقات نقدية دخلة طيب ده عرفني يعني ايه تدفقات نقدية دخلة وتدفقات نقدية خارجة السؤال بيقول الدراسة التسويقية بتهتم بالتدفقات النقدية الدخلة بصت بقى الدراسة التسويقية هدفها حاجة واحدة بس دراسة الطلب على منتجات المشروع تاني الدراسة التسويقية هدفها حاجة واحدة بس دراسة الطلب على منتجات المشروع دراسة التسويقية دي ما لهاش علاقة بالارادات او الارباح او تدفقات نقدية او لا هي بتهدف لايه لدراسة الطلب على منتجات المشروع يعني ايه؟ يعني مين اللي هيشتري السلعة بتاعتي؟ وليه هيشتري؟ وهل السلعة بتاعتي هتغضع لقانون الطلب وقانون العرض وفي عوامل بتحدد العرض وعوامل بتحدد الطلب مين اللي هيشتري؟ المستهلك يبقى اهتم بالمستهلك مين اللي هيعرض؟ المنتج يبقى اقول للمنتج ايه العوامل اللي بتأثر على الكمية المعروضة المستهلك لما يجي يشتري اسمها كمية مطلوبة يبقى أقول له العوامل كل ده بيهتمي بالدراسة التسويقية فالتدفقات النقضية الخارجة يبقى العبارة هنا لما يجي يقولك الهدف من الدراسة التسويقية معرفة التدفقات النقضية الخارجة بقول له العبارة هنا خطأ ليه لأن الهدف من الدراسة التسويقية معرفة الطلب على منتجات أو دراسة الطلب على منتجات المشروع رقم اتنين التصويق مهم لدرجة أنه يترك لإدارة التصويق فقط تاني جملة دي مهمة جدا 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 التصويق مهم لدرجة أنه يترك لإدارة التصويق فقط طيب نوضح الكلام عشان الكل يبقى فاهم احنا بنقول ايه احنا ما بنتكلم على الدراسة التصويقية بنقول هي دراسة الطلب على منتجات المشروع يبقى طبيعي كده لازم اعرفك الفرق ما بين التصويق والبيع هل في فرق ما بين التصويق والبيع طبعا في فرق كبير جدا اللي بقى التصويق خد بالك بقى من الجمل دي وياريت الجمل دي تتكتب التصويق عام واشمل من البيع تاني التصويق عام واشمل من البيع يعني ايه يعني التصويق ده حاجة كبيرة البيع جزء منها يبقى الجملة بمعنيين هي خلي بالك منها التسويق أعام وأشمل من مين رضوا عليكم أشمل من البيع يعني معنى كده أن البيع جزء من التسويق طيب هو يعني إيه كلمة تسويق تسويق دي مجموعة الأنشطة اللي بيعملها المنتج عشان تلبي رغبات واحتياجات المستهلك لأن المنتج لو قدر إن هو يلبي رغبات واحتياجات المستهلك يبقى كده خلاص السلعة بتاعته إن شاء الله بالنسبة له هتتبع طيب هل التسويق مهم؟ طبعا التسويق مهم ليه؟ ده بص بقى الجملة بتقول إيه التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإقدارة التسويق فقط تاني الجملة دي تاني وخلي بالك منها التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإقدارة التسويق فقط يعني هنا بيقول لي التسويق مهم لدرجة أنه يطرق أقول له لا غلط ليه؟ العبارة هنا خاطئة لأن التسويق دي حاجة مهمة مسؤول عنها جميع العاملين في المنشأة سواء كانت إقدارة الإنتاج أو إقدارة المشتبيات أو إقدارة المخازن أو إقدارة التسويق أو إقدارة المبايعات كل دول مسؤولين عن التسويق يعني معنى كده أن التسويق مهم بس لدرجة إيه بقى؟ أنه لا يطرق لإقدارة التسويق فقط تبقى العبارة هنا خطأ ليه خطأ؟ لأن التسويق مهم لدرجة أنه يطرق لإقدارة التسويق فقط نيجي للعبارة اللي بعد كده زيادة سعر السلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها تاني زيادة سعر السلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها قبل ما نجاوب على السؤال هوضح لك العلاقة ما بين السعر والكمية المطلوبة هل هناك علاقة ما بين تمن السلعة والكمية المطلوبة مع سبات العوامل الأخرى؟ تاني هل هناك علاقة بين 8 السلعة والكمية المطلوبة مع سبات العوامل الأخرى آه طبعاً هناك علاقة إيه العلاقة؟ علاقة عكسية لا استنى بقى عكسية يعني إيه؟ هقولك يعني إيه؟ لو 8 السلعة زاد 8 السلعة زاد الطلب يحصل له إيه؟ يقل عليها تاني لو 8 السلعة زاد الطلب يقل طيب لو 8 السلعة قل الطلب يزيد تاني هناك علاقة عكسية بين السعر اللي هو تمان السلعة والكمية المطلوبة مع سبات خلي بالك من الجملة دي مع سبات العوامل الاخرى يعني هو عايز يقول لك ايه مش في كل الحالات عشان نقدر نقول الجملة مصبوطة لازم نحط كلمة مع سبات العوامل الاخرى هناك علاقة عكسية ما بين تمان السلعة والكمية المطلوبة كلما ارتفع تمن السلعة كلما قلت الكمية المطلوبة وكلما زاد تمن السلعة تاني برفع عليكم قلت الكمية المطلوبة ولو السعر قال الكمية المطلوبة يحصل لها ايه تزيد يبقى دي اسمها علاقة ايه علاقة عكسية بمعنى السعر يعلى الطلب يقل السعر يقل الطلب ايه يزيد يبقى دي اسمها علاقة عكسية وعندنا حاجة اسمها المرونة السعرية اللي هي بتوضح العلاقة ما بين السعر والطلب ده احنا بنقول كمان ايه دائما وخلي بالك من الجملة دي وهنشرحها دائما معامل المرونة السعرية رقم سالب مما يدل على وجود علاقة ايه رفع عليكم السالب يدل على علاقة عكسية يبقى العلاقة ما بين الطلب وتمن السلع علاقة عكسية يبقى هنا الجملة خطأ ليه خطأ ايه بها كويس زيادة سعر السلع يؤدي الى زيادة لا اكيدا مش علاقة عكسية طبعا العبابة هنا خطأ ليه زيادة سعر السلع يؤدي الى انخفاض الكمية المطلوبة منها تاني زيادة سعر السلع يؤدي الى ايه برفع عليكم انخفاض الكمية المطلوبة منها نيجي للسؤال اللي بعد كده ندوم للأسئلة المهمة جدا أكمل العبارات الآتية تتضمن الدراسة الفنية جانبين هما التخطيط الهندس للإنتاج وتقدير وتحليل التكاليف تاني تتضمن الدراسة الفنية جانبين هما التخطيط الهندس للإنتاج وتقدير وتحليل التكاليف الطلبة اللي لسه ما بدأتش مذكرها كلمة الدراسة الفنية يعني هي مستر الدراسة الفنية احنا عندنا الدراسة التفصيلية تتكون من عدة الدراسات اول دراسة السوئية الدراسة التانية اسمها الدراسة الفنية يعني ايه دراسة فنية دي دراسة اول حاجة كده تعتمد عليها جميع الدراسات التالية يعني ايه التالية يعني الدراسة الفنية دي تتعمل المعلومات اللي جاية منها بتاخدها الدراسة التمولية عشان كده بنقول الدراسة الفنية تعتمد عليها جميع الدراسات التالية اللي جاية بعدها وكمان الدراسة الفنية تعتمد على جميع المعلومات بصفة اساسية من الدراسة التسويقية يعني ايه يعني الدراسة الفنية دي جابت كل معلوماتها منين رفع عليكم الدراسة اللي قبلها وايه قبل الدراسة الفنية الدراسة التسويقية الدراسة الفنية بتعتمد على جانبين مهمين جدا حاجة اسمها تخطيط الهندسي للانتاج وهنتكلم فيه وحاجة اسمها تقدير وتحليل التكاليف يعني هي بتهتم بالجنبين دون تخطيط هندسة للإنتاج وتقدير وتحليل التكاليف نيجي للنقطة اللي بعدها لم يعد نقط هو المكان وإنما مكان تواجد نقط أينما وجد إيه السؤال الفزورة ده ولا فزورة ولا حاجة خلي بالك بقى وخلي بالك احنا عندنا في الدراسة التسويقية احنا قلنا دراسة تسويقية وقلنا التسويق مهم والتسويق أعم وأشمل من البيع والبيع جزء من التسويق لكن نسينا نقول إيه هو السوق السوق في دماغنا لوقته قريب جدا هو مكان تواجد الباع والمشتري لا التعريف التقليدي أو التعريف اللي بيسموه التعريف الكلاسيكي لكن إجا الاقتصاد الحديث قال إيه بقى والتسويق الحديث قال لم يعد خلي بالك من الكلام ده لم يعد السوق المكان تاني لم يعد معتش السوق مكان لم يعد السوق هو المكان يبقى تاني لم يعد لإيه السوق هو المكان وإنما مكان تواجد مين المستهلك أينما وجدت يعني إيه مستر يعني المكان اللي فيه مستهلك يبقى اسمه سوق مش المستهلك ما بقى السوق تاني لم يعد خلاص ما عادش التعريف ده بنشتغل به لم يعد السوق هو المكان وإنما مكان تواجد إيه المستهلك المكان اللي هيبقى فيه مستهلك يبقى ده اسمه السوق السوق السؤال ده مهم جدا هولو تاني للمرة التالتة وياريت ورأة وقلم ونكتب الكلام ده لم يعد السوق هو المكان وإنما مكان تواجد المستهلك أينما وجد يعني المكان اللي متواجد فيه مستهلك يبقى اسمه السوق نيجي نبص على النقطة اللي بعد كده يعتبر التنبؤ بالمبيعات هو نقط نحو تقرير نشاط المسروع طبعا يعتبر التنبؤ بالمبيعات هو نقطة الانطلاق نحو تقرير نشاط المسروع يعني ايه أنا لو أنا تنبأت بالمبيعات بتاعتي هقدر بعمل نقطة انطلاق للمسروع بتاعي يعني ايه تنبأت بالمبيعات أنا هبيع قد ايه هو أنا ممكن أتنبأ بالمبيعات طبعا وعندنا نماذج للتنبؤ بالمبيعات هنبقى نشرحها في الجزء العملي يبقى هنا السؤال تاني يعتبر التنبؤ بالمبيعات هو نقط نحو تقرير نشاط المسروع خلي بالك من الأسئلة دي هو نقطة الانطلاق طيب السؤال اللي بعد كده من التكاليف التشغيلية تكاليف نقط وتكاليف نقط من أنواع التكاليف التشغيلية تكاليف سبتة وتكاليف متغيرة تاني طبعا طلب شعبة المحاسبة فهمين الكلام ده من التكاليف التشغيلية تكاليف نقط وتكاليف نقط رفع عليكم تكاليف سبتة وتكاليف متغيرة تكاليف سبتة وتكاليف متغيرة طيب نشوف السؤال اللي بعد كده آه بص بقى على النقطة دي اذا كانت تكلفة انتاج واحدة من السلع 3 جنيه ونسبة الاضافة 25% فيكون سعر البيع المتوقع هو ده اكمل بتجي في الامتحان كده آه بتجي في الامتحان كده بس في حاجة هو يعني ايه نسبة الاضافة ما انا لازم افهم قبل ما حل المسألة قلنا يعني ايه نسبة الاضافة نسبة الاضافة دي يعني ايه وقتي انا لما اروح اشتري حاجة من واحد وقال لي الحاجة دي 8-5 جنيه ده اسمه سعر البيع ده اسمه سعر الايه البيع هل كده الحاجة دي وقف على اللي بيبيعها بنفس السعر اكيد لا اقل يبقى ده اسمه سعر التكلفة طيب ماهنا لو سمن البيع 5 جنيه والتكلفة 3 جنيه يبقى انا كسبت كام برفع عليكم كسبت 2 جنيه وده هامش او صافي ربح او نسبة الاضافة هو يعني ايه بقى نسبة الاضافة ومين اللي بيحط نسبة الاضافة دي نسبة الاضافة هي النسبة التي يضفها المنتج تاني نسبة الإضافة هي النسبة التي يضفها المنتج على سعر التكلفة طب هو بيعمل كده ليه؟ لتحقيق ربح معقول تاني وعلى مهلنا ونفهم نسبة الإضافة هي النسبة التي يضفها يضفها مين؟ المنتج اللي بينتج السلعة على إيه؟ على سمن التكلفة عشان يعمل إيه؟ يحقق ربح يعني أنا مكلف سلعة 3 جنيه وعايز أكسب في السلعة دي 25% من تكلفتها طب أجيب سعر البيع إزاي؟ هقولك تجيبه إزاي؟ سعر التكلفة كام؟ 3 جنيه الرجل ده عايز يكسب كام؟ 25% طيب هقوله سعر بيع الوحدة بيساوي 3 لسعر التكلفة فيه 125% بتساوي 3 جنيه 75% طبعا كل اللي بيشوفنا دلوقتي بقول لا إلحق ده أنت غلطت ده أنت كتبت 125% وهي في المسألة 25% نقول له لا إحنا مغلطناش إحنا فعلا بنقول 125% على 100% طب ليه؟ لأن المنتج عايز يكسب فوق التكلفة 25% والتكلفة تمثله نسبة كام؟ 100% فهو عايز يكسب من فوق المية في المية دول 25% عشان كده هوضح لك حاجة لو أنا غيرت دي وقلت ونسبة الإضافة 40% أجيب التكلفة إزاي؟ برفع عليكم أقول 3 في 140 على 100 طب لو أنا قلت سلعة تكلفة إنتاجها 10 جنيه ونسبة الإضافة 30% أو العشرة اللي هي التكاليف في 130% يبقى أنا بزود 100 على الرقم طب بزود 100 ليه؟ لأن هو هنا بيقول ليه؟ ونسبة الإضافة دي النسبة اللي بيضيفها المنتج على تمن التكلفة عشان يحقق ببح هو عايز يكسب 25% طب إحنا ليه كتبنا 100 فوق 25%؟ كتبناها لأن المنتج عايز يكسب نسبة من التكلفة والتكلفة هنا الحاجة الكاملة تمثل نسبة 100% يعني 8 السلعة ده بالنسبة له 8 التكلفة يساوي 100% فهو عايز يكسب فوق الـ 125% يبقى أقول له كده 3 في 125 على 100 يديني 3 جنيه 75 وده سعر بيع الوحدة المتوقعة برضو من الأسئلة المهمة جداً اللي ممكن تقابلنا في الامتحان اكتب اسم المصطلح المناسب لكل عبارة طبعاً سؤال مهم جداً طب إيه أشهر المصطلحات اللي عندنا نشوف أول مصطلح؟ دراسة تهتم بعدالة التوزيع والدخل طبعاً دي دراسة الجدوى الاجتماعية دي بقى حقيقة دراسة بتهتم بإيه؟ بعدالة توزيع الدخل في المجتمع يعني الدراسة دي بتشوف إيه الأثار الاجتماعية للمشروع يعني إيه تقسيم المشروع ده على المجتمع؟ هل المشروع ده هيقضي على البطالة؟ ويقضي على الإدمان؟ ويقضي على التسول؟ كل ده بتهتم بيه الدراسة الاجتماعية يبقى لما يجي لك مصطلح ويقول لك دراسة تهتم بعدالة التوزيع والدخل أقول له برفع عليكم دراسة الجدوى الاجتماعية نشوف بقى السؤال اللي بعد كده بيقول لي شكل من أشكال تقديم الأفكار والسلع والخدمات غير مدفوع الأجر طبعا الإجابة هي النشر والإشرار أو الإشرار والنشر بس قبل بقى خلاص كده المصطلح نقولناه لكن هوضح لك وهشرح لك جزء مهم جدا 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 فيريد تركز معايا فيه إحنا عندنا حاجة ما يطلق عليها المزيج التسويقي المزيج الايه التسويقي المزيج التسويقي يتكون من أربع عناصر تاني المزيج التسويقي يتكون من أربع عناصر ايه هم الأربع عناصر دول أول عنصر المنتج اسمه ايه المنتج يعني ايه منتج هي السلعة أو الخدمة التي يقدمها المشروع العنصر التاني في المزيج التسويقي السعر ولابد أن يكون السعر مقبول يعني ايه مقبول يعني يكون مناسب للسوق والسعر يتقرب مع أسعار السلع اللي شبهه يبقى عندنا أول عنصر المنتج تاني حاجة السعر رقم ثلاثة التوزيع وكلمة التوزيع يطلق عليها المزيج المكاني المزيج الايه المكاني ليه سمناه مزيج مكاني نسبة لتواجد السلع نسبة لتواجد الايه السلع العنصر الرابع في المزيج التسويق المزيج التريجي للسلع يبقى عناصر المزيج التسويق اربعة تاني منتج اسمه ايه منتج رقم اتنين السعر رقم ثلاثة التوزيع رقم اربعة المزيج التريجي طيب يعني ايه مزيج ترريجي دي وسيلة الاتصال التسويق للمنشأة ويتكون من يعني اللي انا هقوله دلوقتي عناصر المزيج الترريجي خمسة ايه هما الخمسة دول الاعلان النشر والاشهار البيع الشخصي تنشيط المبيعات العلاقات العامة تاني تاني لحد ما تحفظ وتذاكر خمس عناصر للمزيج الترريجي ايه هما الاعلان النشر والاشهار والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات والعلاقات العامة ايه الفرق يا شباب ما بين الاعلان والاشهار والاشهار الحقيقة الفرق في اخر كلمة في التعريف اه يا في كلمة لكن المعنى مختلف تماما ازاي لما باجي اعرف الاعلان بقول هي وسيلة من وسائل تقديم الافكار للسلع والخدمات بس ما لها مدفوعة الاجر بدفع عليها فلوس شنعم الاعلان ادفع فلوس اما الاشهار وسيلة من وسائل تقديم الافكار للسلع والخدمات بس ما له بقى غير مدفوع الاجر يبقى الفرق بين الاعلان والاشهار ان الاعلان برفع عليكم مدفوع الاجر اما الاشهار غير مدفوع الاجر بعد كده عندنا العنصر التالت من عناصر المزيج التوريجي حاجة اسمها اه تنشيط المبيعات ان انا بعمل حافز للمستهلك طب البيع الشخصي يعني ايه البيع الشخصي عملية بيع شفوية قائمة على الاقناع يعني واحد قدام واحد بتخلال محاكسة شفوية بحاول بشطة طريق ان اقنعه يشتري البيعات العامة دي مصطلح مهم جدا اسمها وسيلة اتصال المنظمة لجمهورة يبقى نفهم من كده ان فيه عناصر للمزيج التوريجي وعناصر للمزيج التسوية نرجع للسؤال تاني يبقى لما يجي يقول لك شكل من اشكال تقديم الافكار والسلع والخدمات غير مدفوع الاجر اقول له ايه النشر والاشهار طب افرد قال لي يا مستر مدفوع الاجر برضو عليك اقول له الاعلان يبقى الفرق بينهم ايه ان الاعلان مدفوع الاجر اما النشر والاشهار غير مدفوع الاجر نشوف النقطة اللي بعد كده الجزء من الاراضات الحالية الذي لا يوزع على حملة الاسهم العادية طبعا ده بيطلق عليه الارباح المحتجزة الارباح الايه المحتجزة يعني ايه ببساطة الارباح محتجزة ده جزء من اراضاتي بعينه على جنب بسيبه على جنب كده ما بوزعوش على حملة الاسهم اي احتياطي ممكن يقابلني ازود برأس المال عشان كده بص انا بحجزه بحجز ايه جزء من الارباح يبقى اسمها الارباح الايه المحتجزة يبقى لما يجي يقول لك الجزء من الارباح الحالية الذي لا يوزع على حملة الاسهم العادية يبقى اسمه الارباح الايه بروف عليكم الارباح المحتجزة طيب اكتب ورايا الاسئلة اللي احنا بنقولها نسبة يضفها المنتج على تكلفة الوحدة لتحقيق قدر من الربح لسه مكملينها دلوقتي وحلينها في المسألة اه بروف عليكم هي نسبة الاضافة المعتادة يعني ايه نسبة الاضافة المعتادة دي نسبة يضفها المنتج على تمن تكلفة الوحدة عشان يحقق قدر من الربح يبقى دي اسمها نسبة الاضافة طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده تحديد حد اعلى للسعر بواسطة الحكومة طيب ده اسمه التسعير الجبري النقطة دي مهمة جدا تعال مع بعض نفهم حكاية التسعير الجبري ده معنى ايه سؤال كده هل التدخل الحكومي له اثر على الكمية المطلوبة تاني هل التدخل الحكومي له اثر على الكمية المطلوبة طب ايه هي صور التدخل الحكومي الحكومة بتتدخل بثلاث صور تاني الحكومة بتتدخل بثلاث صور اول حاجة الضريبة يعني ايه هل الضريبة تؤثر على الكمية المطلوبة؟ طبعا عندما تفرد الدولة ضرائب أو رسوم يقل الطلب على السلعة تاني عندما تتدخل الدولة وتفرد ضريبة أو رسمة على السلعة إيه اللي هيحصل للطلب؟ رفع عليكم يقل الطلب عليه هو يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا كمنتج لما جنتك سلعة أسأل الأول إيه التدخل اللي حكم فيها؟ بالضريبة؟ طب الدولة بتاخد ضريبة عليها كام؟ عشان أحسب تكاليف مظبوط يبقى أول حاجة عندنا الضريبة وخلي بالك من الجملة عندما تفرد الدولة ضريبة أو رسوم يقل الطلب على السلعة طيب إيه تاني من صور التدخل الحكومي؟ الإعانات يعني إيه الإعانة؟ قد تلجأ الدولة في بعض الأحيان إلى إعانة بعض الأشخاص محدودي الدخل بتوصلهم الإعانة بتديهم دعم يعني والدعم إحنا عارفينه متوفر في التموين في لبن الأطفال المدعم دي حاجات للدولة بتتدخل فيها عشان دي حاجات تهمها يبقى الدولة لحد دلوقتي بتتدخل بصورتين إيه هم الصورتين دول؟ أول حاجة الضريبة تاني حاجة الإعانة طبطلت حاجة بقى التسعير الجبري يعني إيه تسعير الجبري؟ وضع حد أعلى أعلى للسعر بواسطة مين؟ الحكومة تسعير جبري يعني الحكومة بتحط تسعير جبري يعني إيه تسعير جبري لما يجي لك المصطلح ده المهم جدا التسعير الجبري معناه إن الدولة بتحط حد أعلى للسعر بواسطة الحكومة يبقى لو جلنا سؤال يا شباب أو يا بنات يا بيت نركز ونكتب الكلام دوت ما هي صور التدخل للحكومة؟ أقول له التلاتة والسؤال هنا بيقول إيه؟ تحديد حد أعلى للسعر بواسطة الحكومة يبقى على طول برفع عليكم اسمه التسعير الجبري طيب تعال نشوف كمان السؤال المهم جدا اللي احنا نتكمل فيه أكمل العبارات الآتية ومهم جدا السؤال ده يا شباب الإعلان من المزيج احنا لسه قالين من شوية عناصر اسمها عناصر المزيج التسويقي وعناصر المزيج الترريجي أفكرت بيهم عناصر المزيج التسويقي أربعة إيه هما؟ رضوا عليك قولوا معايا عشان تحفظهم المنتج وإيه تاني؟ والسعر طب وإيه تاني؟ والتوزيع والترريج يبقى عناصر المزيج التسويقي أربعة منتج سعر توزيع ترريج أما عناصر المزيج الترريجي خمسة إيه هما الخمسة؟ الإعلان النشر والإشهار البيع الشخصي العلاقات العامة وتنشيط المبيعات يبقى السؤال كده لو أنت فهمت الجزء ده هتقدر تحل الكلام ده بكل سهولة تعبصت كده السؤال بيقول إيه؟ الإعلان من المزيج إيه؟ رفع عليكم المزيج الترريجي بينما التوزيع من المزيج الإيه؟ التسويقي يبقى الإعلان من المزيج الترريجي أما التوزيع من المزيج التسويقي نيجي للسؤال اللي بعده معامل المرونة السعرية دائما رقم نقط دليل على وجود علاقة نقط بين الطلب طيب أنا هقول لك الإجابة وبعد كده أشرح لك يعني إيه؟ معامل المرونة السعرية معامل المرونة السعرية دائما رقم سالب دائما رقم سالب دليل على وجود علاقة عكسية بين الطلب والسعر طيب اشرح لنا الجزء ده يعني ايه معامل المرونة سعرية كلمة معامل المرونة هي نسبة التغير ما بين الطلب والسعر يعني ايه يعني هل السعر لما يقل هل الطلب هيتأثر اه يتأثر بس هيتأثر بدرجات الدرجات دي اسمها معامل المرونة السعرية طيب هل في علاقة ما بين ثمن السعر يعني والكمية المطلوبة طبعا في علاقة وقلنا قبل كده لو السعر ببساطة كده انا كنت باشتري حاجة الحاجة دي تمانها ارتفع فكنت بجيب منها الاول ثلاثة لما تمانها يزيد هعمل ايه هجيب اتنين يبقى كده معناها ان السعر يزيد الطلب ايه يقل طيب تمانها انخفض بدل ما كنت هجيب منها ثلاثة هجيب منها ستة يبقى كده معناها ايه ان السعر لما ينخفض الطلب يقل ودي اسمها علاقة عكسية حاجة ايه للتانية تزيد حاجة تزيد التانية تقل يبقى دي اسمها علاقة عكسية يبقى دائما معامل المرونة السعرية رقم ايه رفع عليكم رقم سالب يدل على علاقة عكسية حد تاني بيقول لي طب ما احنا بنسمع على علاقة الطردية يعني ايه علاقة طردية العلاقة الطردية معناها ان اي زيادة في مكان يقبل زيادة في المكان الاخر طب ما تدينا مثال لفهمنا هتديك مثال هل في علاقة ما بين الدخل والكمية المطلوبة يعني ايه لو دخلك زاد يحصل ايه الكمية المطلوبة تزيد لو ذكرت كتير يحصل ايه المجموع يزيد لو كلت كتير وزنك يحصل له ايه يزيد دي بنسميها علاقة طردية العلاقة طردية ما بين الدخل الدخل والكمية المطلوبة يبقى عشان كده بنقول ايه دائما المرونة الداخلية دائما المرونة الداخلية رقم موجب ليه موجب لان العلاقة بينهم علاقة ايه طردية يبقى العلاقة العكسية وقامها مؤشرها سالب اما العلاقة التردية مؤشرها موجب يبقى نرجع نجاوب على السؤال بس انت اللي هتجاوب بقى معامل المرونة السعرية دائما رقم ايه رفو عليكم سالب دليل على وجود علاقة عكسية بين الطلب والسعر نشوف السؤال اللي بعد كده اهو معامل المرونة الداخلية اللي هو ايه هيبقى العلاقة ما بين الدخل والطلب ما لها العلاقة علاقة طردية يبقى الرقم هنا موجب دليل على وجود علاقة طردية التكاليف تدفقات نجدية برافو خارجة لسعيلنها بينما الاراضات تدفقات نجدية دخلة طيب نبص كمان على النقطة دي مهمة جدا بنقول فيها ايه بقى النقطة دي بنتكلم على ما هي اسباب عدم نجاح المسرورة طبعا السؤال هنا سؤال في الكتاب وسؤال مهم جدا من الاسباب الى المقاري لكن برضو مهم في حياتك لما تيجي تعمل مسرور خلي بالك من خمس حاجات اللي ممكن يخلولك اي مسرور يفشل اول حاجة عندنا تخلي المسرور يفشل او عدم اسباب النجاح دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة دراسات الجدوى اللي تكلمنا عليها لو انت عملت الدراسة دي ضعيفة الدراسة دي هتجيب لك حاجات الحاجات دي هتقابلك في المسرور هتكتشف ان انت ما كنتش تعرف عنها حاجة يبقى اول سبب دراسة جدوى ضعيفة تقدير التكاليف باقل من كوميتها الفعلية التنبؤ المسرف في نتائج المسرور وضع جدوى الزمني متفائل المغالاة في تقدير عائد الاستثمار دول خمس اسباب يخلوا المسرور فاشل تعليق الاخير على النقطة الاخيرة المغالاة في عائد الاستثمار يعني ايه انت معاك مبلغ المبلغ ده بتبقى هتحطه في البنك هتعمل به مسرور لو الفلوس بتاعت البنك هتجيب لك فايد اكتر هتسيبها المسرور هتجيب لك اكتر هتسيبه فانت ما تعملش مغالاة مبلغة في العائد ده عشان ده ما يسببش عدم نجاح المسرور النهاردة خدنا جزء كبير جدا من الاجزاء النظرية المهمة ان شاء الله في الحلقات الجاية هنتكلم على الجزء العملي ونحضر نفسنا الحلقات الجاية بازن الله ازاي هنحل المسائل ما تقلقش من اي مسألة موجودة عندك هناخدها بفكرة واثنين وثلاثة واربعة اي طريقة ان شاء الله تيجي في الامتحانة نكون خدناها ونكون شبح نهارك ان عندنا جزء كبير جدا في العملي احنا قلنا النهاردة نبدأ معاك الحصة جزء نظري عشان تبقى تستعد لللي جاي الطلبة لو في اي سؤال اي حاجة اي استفسار كلمونا احنا كلنا زي ما قلنا في خدمتكم العاملين في القناة بنشكرهم على المجهود اللي هم بيبزلوه سواء هنا او في على اليوتيوب اي سؤال انت عايزه اسألنا ارجو النهاردة ان تكونوا استفدتم وان شاء الله باذن الله نلتقي على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته